موسيقى 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 دعنا نرجع مع بعض كده مرة ان المسلسل بينجونا علشان خاطر في فيديو النهاردة هنتكلم على الحلقة الخامسة طبعا لو انت اول مرة تتابعني فدعنا اقول لك ان انا محلل لك اول اربع حلقات هتلاقون موجودين هنا على القناة وممكن اسبهم لك في الديسكريبشن لو انت متفرجتش عليهم وحايفت تتفرج عليهم راح تتفرج عليهم تعالى تابع فيديو النهاردة طيب في البداية كده اي حد تتفرج على الحلقة الخامسة فاخدنا اقول لك ان انت اكيد دخلت في حالة صدمة رهيبة من الاحداث ان انت شبتها وانا بصراحة واحد من الناس حصل معايا نفس الرياكشن ده اللي هو انا بصراحة مش عارف اتكلم عن اي ولا اي ولا اي في الفيديو ده على العظمة اللي تقدمت معانا في الحلقة الخامسة سبق وتكلمت قبل كده على الممثلة كريستين اللي هي بتعمل معانا شخصية سوفيا وقلتلك هي لو استمرت على نفس الاداء حرفيا هتعلي على الممثل اللي بيعمل معانا شخصية بينجوين او اوزولد وده بسبب ان هي بتقدم معانا اداء حرفيا جامد جدا ولكن هنا مع الحلقة الخامسة من الحركة واحدة كده لشخصية اوزولد بتخلي الواحد يقول لا برضو اوزولد على وضعه يعني مش بسهولة كده سوفيا ممكن تاخد مكانه المشكلة هنا ان الموضوع اصلا مش بيطول كتير علشان خاطر سوفيا على الجانب التاني تعمل الحركة حرفيا تصدمنا كلنا واللي هو يا جماعة اهدوا علينا شوية يعني احنا لسه ما فوقناش من الصدمة بتاعت اوزولد على طول سوفيا تيجي تصدمنا اكتر في البداية بس احبا افكرك ما تنساش اشتراك لايب كومنت شير ويلا بينا نبدأ في الحلقة الخامسة من مسلسل بينجوين كان الموضوع الرئيسي عن العيلة وكل العائلات اللي بتتصارع في وسط الحرب بين العصابات تحالفات كانت بتتغير وحصلت مواجهات كبيرة بين العائلات لشان نشوف هنا في بداية الحلقة بعد مهير فيكتور و اوز من كمين الماروني في الحلقة رقم ثلاثة نشوفهم تحت كوبري وده بيرمز كده للعالم الموزلم بتاع جوسام العربية بتاعت اوز كانت متضمرة من كاز فيكتور و اوز فاوز هنا بيحكي لي عن طفولته كمان ريكسي كالابريزي اوز كان دايما معجب جدا بريكس وعاوز دايما يبقى زيه بيحلم انه يكون معروف ومحترم زيه لما كان بيحكي الاربيرتو عن ريكسي كان بيركب عربية حربية زي الملوك والمحاربين وده رمز للقوة والسلطة فاوز هنا بالرغم من اعاقته كان بيلاقي في ريكس الامل والقوة وكان بيحس انه يقدر يبقى مالك زيه وده ليه اثر كبير على حياته اوز دلوقتي عاوز يبقى نفس النموذج لفكتور اللي ريكسي كان ليه بما ان اوز بيقارن نفسه بريكس اللي كان بيركب عربية حربية عشان خاطر يباين كويته واحترامه اوز بيحرق عربيته اللي بتعتبر زي العربية الحربية بتاعته وحاجه زي دي بترمز لحجبة جديدة وده معناه انه بالفعل داخل على طريق جديد اما بقى يدمر كل حاجه او يعلى عن كده فيكتورو هنا لما بيسأله عن خيانتهم لسوفيا اوز بيستطر ويقول انها مش هتفرق دلوقتي بس احنا عارفين ان ده غلط كبير سوفيا فعلا كانت عندها حق لما حظرته انها هتدمر حياته حتى كمان بعد ما شاف قوتها في انها بيحصل لحظة مهمة بين اوز و فيكتور لما بيتكلموا كده عن الولاء اوز بيقول لفيكتور انه ولاه اغلى من اي عربية فخرة فقطة دي بيتوضح انهم زي مرايات لبعض فيكتور شايف نفسه في اوز و اوز شايف نفسه في فيكتور السؤال بقى اللي بيفرد نفسه دلوقتي هو لو فيكتور فعلا زي اوز ايه اللي هيحصل معا بعدين سبب اتكلمت في النقطة دي وقلت بصراحة ان اي واحد من الناس الان جدا ان مصير فيكتور في النهاية يكون الموت وان اوز بالفعل يوجه كل التهم اللي هو عملها عليه هو لكن الواضح كده ان فعلا الكلام ده كله مش هيكون صحيح بل كمان فيكتور ممكن يكون مصيره بالفعل زي اوز والد في الوقت الحالي او ممكن في النهاية فيكتور هو اللي يكون مسؤول عن الجرائم اللي بتحصل في المدينة طيب في المشهد ده اوز و فيكتور واقفين تحت سقف بيحميهم من المطر ومن النار اللي ولعوها ده طبعا بيومس انهم اعلى حفة الدخول في مشاكل كبيرة النار اللي ولعوها بعيد عنهم والمطر مش قادر يطفيها وده رمز ان اللي بدقوه مش هيتوقف بسهولة عادين بيجي مشهد مضحك لما اوز والد بيفتح التيكتوك وده بالنسبة لي كان بصراحة غريب شوية ان بينجوين على التيكتوك خاصة كده بعد ما شوفنا ريدلر بيعمل بس مباشر في الفيلم زباتمان شد بيخلينا تساءل التيكتوك بتاع اوز شكله عامل ازاي بعد كده بنشوف تاج ماروني في الفيديو اللي شايفه اوز والد على التيكتوك اسمه على التطبيق ده والاسم ده رمز الكونه شايف الحياة من منظور الحب والجمال وده عكس تماما حياة العصابات اللي كلها ضمار وقتل فاوز والد هنا كان شايف تاج كنقطة ضعيفة ممكن يستغلى لانه عايش في عالم مليان حب وتقدير للعيلة ولكن على الجانب التاني سوفيا مستعدة تقتل اي شخص علشان خاطر مصلحتها حتى لو كان من العيلة ثم اوز والد بيهدد تاج بالمسدس تاج كان بيحاول يهدده باهله بعدين اوز بيعرض عليهم سورة تاج مع كرنال كدليل على انه لسه عايش ده بيبان الفرق بين العيلتين عيلة فالكون بتتكلم عن العيلة طوال الوقت نوم سهل يخونه بعض كارمن سجن سوفيا عشر سنين علشان خاطر كانت بتعارض قراراته في النهاية بنشوف ان سوفيا بقت اكتر بكتير من اللي كانت علي قبل كده بل كمان ما بقتش تخب جروحها زي الاول وده بيبان انها قبلت خلاص دورها الجديد وهو هانجمان زي ما شفنا كده في الحلقة اللي فاتت ان سوفيا ما كانتش في الاصل هي هانجمان لكن اتهامهم ليها وإطارهم ليها بالشكل ده هو اللي صنع هانجمان بداخلها خاصة بعد الوقت اللي قددت في اركام دلوقت هي ما بقتش تخب جروحها زي الاول بل بالعكس بقت فخورة بيهم وكمان بتعرضهم للعالم وبقت كمان تحدث ان دورها كهانجمان هي بقت بالزبط الحاجة اللي ابوها كان عاوزها تكونها شفنا كمان ان سوفيا قررت تبقى على حياة جيا وجوني جوني تبقى عشان خاطر مصلحتها الشخصية لكن جيا لانها طفلة بريئة ومتعرفش اي حاجة عن الكلام ده كله ده بيورينا ان رغم يكون سوفيا قاتلة شرسة لكنها برضه عندها نوع من الاخلاق او المعايير بتحاول تحمل ابرياء زي جيا لانها طفلة بريئة الهدف الاساس السوفيا تلوقتي هو الانتقام من اللي حواليها للوحش ده مش قاتل اي حد او اي شخص بريئة بعد كده بيظهر لنا الظابط اللي كان بيتكلم مع سوفيا وهو الظابط مكانزي باعب اللي ظهر معنا كده في فيلم زا باتمان في الفيلم كنا بنشوفه بيعترك كده على افعال باتمان لكن ما كانش مؤكد ان كان بيشتغل لحساب فالكم الشخصية بتاعته في الكوميكس بتخلينا حس اننا ممكن ناصق فيه المسلسل ده بيستمد الهام من قصة المصورة بتاعت نومانسلاند اللي بتحكي كده عن جوسب بعد زلزال بيضمر المدينة شوف فيها بيرج كان واقف كده جنب جيم جوردان وبيساعده في اعادة بناء المدينة يظهر كواحد من القليلين جدا من الشرطة الشرفاء اللي فده في المدينة دي في المشهد ده الزابط بيرج بينادي سوفيا بالانيسة فالكم كنها بتصححه بسرعة وبتقوله سوفيا بس وده بيبين كده انها بتفصل نفسها تماما عن اسم العيلة زي ما قالت في الحالة اللي فاتت انها بتبدأ حياة جديدة لما سوفيا شالت الشريط من على فم جوني الحاجة بترجعنا للكلام اللي قاله كارمين لسوفيا ليلة موادوها اركام مريضة ومرتبكة في الحالتين سوفيا هنا لما كانت في موقع قوة ولما وجهت كارمين كانت بتدافع عن نفسها وتشكك في اخلاق والدها دلوقتي هي بتتحكم في حياتها بالكامل في كل مرة حاول التقف على رجلها كان الرجال بيوصفوها بالمريضة طيب بالنسبة بقى الاوز لما وصل بالفعل ايف وكان معاه تاج وجهته قالت له انه بيعرض حياتها وحياة بناتها للخطر ورد عليها بنفس حجته المعتادة كل حاجة بيعملها علشانهم دايما قال قبل كده انه كان بيشتغل مع سوفيا علشانهم وخان سوفيا برضو علشانهم حاول دايما يقلب اي تصرف بيعمله وكأنه هدية للاخرين حتى لو كان بيعرضهم للخطر زي ما حاول يقنع ايف انه بيعمل كل ده عشان خاطر تعيش حياة سعيدة في القمة بنلاحظ كمان في المشهد ده ان اضاية غرفة المعيشة عندي ايف كانت على شكل مظلة وحاجة زي دي شايفة ان هي شارة خفيفة كده للاكسسوار المشهد بين ايف وكمان اوز متصار بشكل رائع لأول مرة بنشوفهم على جوانب مختلفة اوز تجاوز الحدود وحط حياة بنات ايف في خطر ايف غاضبة جدا لدرجة انها بتحط حاجز واضح بينها وبينه طيب نرجع مرة تاني لسوفيا في اخر محاولة من جوني وده علشان خاطر تنكس حياته جوني هنا بيقول لسوفيا انت محتاجاني بيأكس نفس الطلب اللي اوز قالوا ليها في الحلقة التانية ما قالها كده انا مديون ليكي فسوفيا بسرعة كشفت ان اوز كانت بيتصرف بناء على افتراضات غلط بخصوص احتياجاتها وده حاجة الناس بتفضل تعملها معها باستمرار في المشهد ده سوفيا بتشوف ان جوني فعلا هيكون مفيد لها وزي ما سمت اوز مساعدها الصغير في الحلقة اللي فاتت عندها نفس الخطة لجوني دلوقتي لفترة طويلة سوفيا كانت دايما اللي بيتحكم فيها واللي بيتم استخدامها لكن دلوقتي هي اللي بتقلب الطاولة على الاخرين بعد كده بنشوف لما فيكتور بيوصل علشان خاطر يهتم بام اوز كان فيه فيلم كلاسيك شغال اسمه جولوريا كان بيتعرض بسنة 1980 شغال على التلفزيون فيلم ده كان يعتبر كده بيتبع قصة صديقة سابقة لعصابة بتحمي طفل صغير من المافيا خير الاجواء العامة بتاعت العصابات في الفيلم والمسلسل بيتشابه كبير بين الشخصيتين سواء جولوريا او اوز كل واحد فيهم بيلعب دور غامض اخلاكيا في حماية شخص اصغر فمن الناحية الموضعية الفيلم ده بيلخص فكرة رئيسية في الحلقة قط الرفيع بين الصديق والعدو في عالم العصابات لو فكرت شوية هتلاقي ان التحالفات اتغارت بشكل كبير جدا في خمس حلقات بس من المسلسل شوفنا اوز من التحالف مع بالكوني للماروني وكمان سوفيا وبعدين اوز بدون اي حد ونفس الحاجة دي بالزبط حصلت مع سوفيا والاخرين المشهد بعد كده ما بين فيكتور وام اوز كان مقلم شوية كلنا عارفين انها بتعاني من انها بتخرف او حتى مشاكل في الزاكرة لكن الحقيقة اللي شفناها في المشهد ده فعلا محزنة جدا في كل ما كان في البيت كده بنلاقي ان في ملاحظات لاصيقة هي اللي كاتبتها بنفسها زي مثلا شراء القهوة او حتى مكان الكبيات فين بالزبط اكتر حاجة مؤلمة انها بتنسى حاجات زي ان الفرن شغال او التلاجة مفتوحة ممكن فعلا توصل لكارسة لما كمان فيكتور دخل قودتها شوفنا ملاحظة مكتوب عليها اخسل الاطبار بيوضح انها بتحاول تمسك باي جزء من الزاكرة بتاعتها اللي بتفتكارها خلال اليوم بتاعها بعد كده لما خرجت من قودتها شوفنا ثم لحظة ثانية مكتوب عليها اقفل الباب وده بيعكس انها كانت شخصية قوية في الماضي لكنها دلوقتي بتتلاشى بسبب المرض في لحظة مؤثرة فرانسيس بتسأل فيكتور لو كان فاكر حاجة معينة لانها معتقدة اصلا ان هو واحد من ولادها والممثل ديونيل فعلا خطف الانظار في اللحظة دي اما غيرت فرانسيس حالتها بسرعة من الكلام العادي او طبيعي للحديث بروح مرحة مع فيكتور باللحظة دي بنشوف فرانسيس الحقيقية خاصة لما بدأ فيكتور يتكلم عن الشغل ولانها كده مرة واحدة فهمة تماما ايه اللي بيحصل في عالم الجريمة في جوسم في نهاية المشهد فيكتور بيجامل فرانسيس وبيقولها كده ان بالفعل اوز هو اللي قتل كل افراد عائلة فالكون ده علشان خاطر عارف انها حابة فعلا تسمع الكلام ده وده كمان يمكن ان اوز نفسه يقوله لها لانها بتحمل اوز لمسئولية كبيرة وبتؤمن انه جوسم المفروض تكون ملكه في المشهد ده في بلاك جيد بنشوف صورة كده يعتبر مزار لعائلة ماروني وده بيعرفك كده بالرغم من كل اللي بيحصل حواليهم ولكن ترابط العائلة ده قوي وده طبعا على عكس عائلة فالكوني رغم من انه يعتبر كده زعيم عصابة قاسي لكن ماروني دايما بيضع العائلة بتاعته في المقام الاول ماشهد زي ده كمان بيرجعنا الحارس اللي اوز دفع ليه كتير علشان خاطر يقتل ماروني الخطوة دي هتبقى على الارجح غلطة كبيرة جدا من اوز لانه دايما عايز الناس تعرف انه ورى الخيانات دي زي ما قال البرتو اوز عاوز العالم كله يعرف هو قادر يعمل ايه حتى لو ده هيودي لسقوته الشخصي علشان بعد كده نوصل للمشهد اللي صدمني حرفانه وانا قاعد بتفرح وفي صفقة تبديل الصفاقات ما بين بقى ابن ماروني وكمان المخدر نشوف انه نتاج نازل من العربية ولكن تحس انه غرقان مية ده بالمناسبة اللي كان واضح عليه ولكن في الاخر كده طلع ده مش مية ده ده فعلا بنزين لكن هنا للأسف نادية ماروني هيلعبت مع الشخص الغلق شخص فعلا بلا رحمة بالرغم ان اوقات فعلا ممكن اتعاطف معاه ولكن مشهد زي ده بيعرفك انه حرفان جاهد فهنا بعد اطلاق النار على طول بيشغل الولع وبيحرق نادية وكمان تاج وبيحرق كل الادلة اللي ممكن تدينه العربية والت ماروني وكل حاجة تحرقك كل ده بيثبت لك كده ان هو بالفعل مش عاوز حاجة توقف قدامه حوالين السلطة طيب بعد كده بنشوف ان فعلا الحارس بتاع السجن بيحاول ان هو يقيت الماروني لكن هنا ماتصدمتش لان انا عارف كده كده ان هو يفضل عايش وده بسبب الاعلان للنزل للمسلسل ده كلمت عنه بالمناسبة تقريبا في الفيديو اللي فات اول اللي قابله ووضحت لك كده ان هو بالفعل هيخرج من السجن ايا ان كان بقى يخرج ازاي هيهرب ولا غيره يعني ان هيقدر يوصل لبينجوين في ماشه التاني بقى في لقطة زكية جدا لما سوفيا كانت بتلمح ان المخدرات هتغطي المدينة باللول الاحمر باشارة مزدوجة للدم والمخدرات اللي هتغرق الشوارع جسم. سوفيا هي اللي بدأت الحرب دي ولكن اوز هو اللي اشعل النار في الصراع معلنا عن حرب مخدرات شاملة هنا بقى الاغنين اللي كانت شغلة اسنق هروبهم هي غنية شهيرة للفرقة زابلويس والعنوان الغامض لها بيعكس مدى سهولة استخدام الكلمات لإقناع الاخرين بحاجة بنشوفها في كل جوانب العرض وعالم زبات مان ككل استخدام الخداع والتلاعب سواء بقى مع ريدلر او حتى السياسيين الفاسدين او حتى سوفيا وقوز. في نهاية المشهد بنشوف ملسق قديم كده لحملة دون جونيور الانتخابية فرامز ريدلر مرسوم عليه رغم من ريدلر في اركام لانه سايب قصر عميك في المدينة وظلوا لسه مخيم على جوسم بعد كده بنشوف لوحة اعلانية تانية لحملة ستوب دروبز اللي بتمثل نفاق النغبة الحاكمة في جوسم اللي استخدموا المخدرات في النادي السري بلو 44 وفي الوقت اللي بيظهروا للعامة انهم ضدها. لما الامور هنا بتعقد مع اوز وكمان بيتم فزد جزء كبير من المخدرات بسبب استخدام مطفقات الحريق سالما روني بيظهر تاني ويقول مفيش مكان هتستخبى فيه دلوقتي فاوز هنا بيطلبت وقتها بيكلم فيكتور لنفس الوقت بنشوف في الخلفية المزيد من منصقات الاشخاص المفجودين اعتبر كده شبه الرمز للحالة الحالية الجوسم اشخاص اللي اتأثروا بهجوم ريدلر بيتهمشوا لكن هنا المتلعبين زي اوز بيتسللوا دائرة الدوق مرة تانية بعد كده في اسر فالكون بنلاقي سوفيا في قودة والدتها وقودة زي دي هي بترمز لكل ألم هي عشته وهي المكان اللي بدأت فيه كل معاناتها سوفيا هنا بتحاول تستعيد نفسها بالكامل وحتى الغرفة اللي كانت بتطريدها من صغرها ومن هنا تكتشف اسم والدتها قبل الزواج وهو جي جاندي اللي هو نفس اسم سوفيا المتجوزة في الكوميكس دلوقتي سوفيا بتسيطر على الامور كرئيسة للعيلة وحاجة زي دي مش غريبة لانه وبالفعل كارمين كان عاوزها تحل محله من البداية اي بتبدأ الاجتماع باعترافها ان انا ضربت العيلة بالكامل بالغاز وبرضو قلتها وما زلتها اقولها تاني جوليان ده انا شاكك فيه بشكل كبير جدا ان هو يطلع برضو فيلان كبير لباتمان طيب ده بقى يعتبر تحاول كبير من الفلاشباك اللي في اركام لما كانت سوفيا بتسرق وبتقول انها بريئة الموسيقى اللي كانت في الخلفها وقتها كانت بتشبه موسيقى فيلم زي باتمان وسوفيا مش البطلة اللي عيلة فالكون محتاجينها كانها البطلة اللي بيستحقوها في الحالة اللي فاتت كانت موسيقى كارمين هي نسخة ابطأ من موسيقى بيوضح ازاي اوز بقى النسخة الجديدة الاكثر تقلقا من كارمين فالكون وفعلا الكلام اللي قالته صوفيا كده من السكريبت بتاعها كان مكتوب بشكل رائع في الكوميكس تحولها من جيجانتي لهانجمان بسبب موت والدها لكن في المسلسل ده هم قلبوا الموضوع وازهروا تحولها من هانجمان لجيجانتي رغم عن والدها اللي كان هو هانجمان الحقيقي موضوع بقى زي الشعر اللي بيتكرر في شكل موسيقى متكرر بعد كده بيشوف جوني قاعد جنبها وبصراحة برضو ده من دم المشاهد اللي صدمت من صدمته عمري فالمفروض هنا هيكون مساعد كبير لسوفيا والمفروض يعني ان هو يعتبر اللي هيكون تحتها على طول وده اللي واضح من النوتة زي دي فالمفروض هنا خلاص بقى يعني كل حاجة تنسته هنبتدي من جديد ودي عيلة جديدة ولكن الصدمة ان هو اول حد بيموت فيلم في العيلة الجديدة دون اي سابق انظار لا على طول كده عشان كده في بداية الفيديو قلتلك انا مش عارف بصراحة وما عاوزين ايه ان كان سوفيا او او اوز كل واحد فيهم بيعال عن التاني وكانت حاجة منطقة ان هو اول واحد يموت يعني خصوصا لما اعترف كده ان هو من اخر كده وقت ما هيخلص لها او يعمل لها كل اللي هي عايزها هتقتيله كمان هو كان اول واحد يموت في الكوميكس تعبت مان زالونج هلوين اللي برضو اتكلمت عليه اكتر من مرة من التحليلات بتاعت المسلسل ده طيب دلوقتي بقى خانينا اتكلم شوية عن المشهد اللي بيحصل على الطاولة سننا نقول ان هي غرفة الحرب بتاعتهم بقت هي نفسها غرفة الطعام دا ما بيقولوا كده ماينفعش التواكل مكان الحرب من شوية اكتر من 24 ساعة كل عينة فالكون كانت قاعدة على الطاولة دي بيتاكل مع بعض ودلوقتي في دم وفلوس متلطخة على الطاولة الطاولة دي اللي كانت رمز للبيت والاستقرار والعيلة دلوقتي ملوسة بالدم حرفين ومجازيا سوفيا مسحت كل حاجة كانت بتمثل العيلة داخل عيلة فالكون وبدأت بداية جديدة كجيجانتي المشهد دا تصويره فعلا كويس جدا بيمثل بشكل مثالي موضوع المسلسل والتعليق الاجتماعي بتاعه سوفيا واقفة في المنتصف كالرئيسة لأكبر عيلة اجرامية نفس الوقت اتباع جسم الصغار بيحاولوا يمسكوا الفلوس اللي متلطخة بالدم فين ان ايديها بتفضل نضيفة طيب لما نروح بقى الفيكتور مرة تانية بيلاي ان هو بياخد فرانسيس لمنطيق كراون بوين ان انا قدر نفهم ليه روكسي اتسامت بالمكان دا او بالارض المهجورة كان لسه متضمر من الفيضانات اللي عملها ريدلر وده تذكير تاني ان رغم ان ريدلر ادعى انه عاوز يقلب على الطبقة العليا والنخبة لان الناس العادية هما اللي بيتأثروا في النهاية للأسف اللي عمل ريدلر هنا للأسف فعلا ازل فقراء بشكل كبير منشوف مشاهدة فوضى في كل مكان زي الواح خشب مكسورة وسجاد ملفوف قدر تشوف خط المياه اللي وصل لحد فين بعد الفيضان على المباني طربيات مقلوبة فوق بعض وخط الكهرباء كامل واقع على الارض انطقة دي من المدينة ما حصلتش على اي مساعدة من وقت الفيضان ما بيوضح الفرق بين الحالة الصعبة هنا وبين ارض قصر عائلة الفالكون اللي شفناها من ثواني قليلة جدا في المسلسل ده وهنا بنشوف تغيير حقيق باسترات نحن جوسم بتأكد التناقض بين استجابة المدينة للأزمة وبين الاوضاع الفعلية للسكان باسترات دي بتحاول تروج لفكرة التغيير لكن الناس محاطب تذكرات مستمرة للكرسة اللي انفردت عليهم مشاهدة بيوضح جدا الرابط مع السلسلة الكوميكس بتاعت نومانسيلاند اللي بتتكلم عن الناس في الجوسم بعد ما اتعرضت المدينة لزلزال وتم عزلها عن باقية العالم فالناس كانوا بيعملوا اي حاجة علشان خاطر يعيشوا سواء بقى بالسيد او التجميع او المقايدة او الكتال اللي بنشوفه هنا فيه واحد بيحاول يتدفى جنب النار والناس بتستخدم العربيات التسوق لجمع اي حاجة مفيدة يلاقوها في نفس الوقت هنا بنشوف سكويد بيظهر مرة تانية اللي هو من العصابات الصغيرة في الكوميكس قبل كده في الحلقة التالتة بيسرق اي حاجة هو فريقه يقدروا يلاقوها من بقايا المدينة ودي حاجة تانية بتشبه جدا احداث نومانسلاند في الكوميكس لما العصابات والاشرار سيطروا على مناطق مختلفة في جوسم بعد الكرسة كمان بنفتكر ان احداث نومانسلاند تم التنميح لها بشكل طفيف في فيلم دارك نايت رايسيس وملحوظة صغيرة عن سكويد عنده او شام لازرع الاخطابوت على ايده اكتروا هنا بيود فرانسيس لشائد صاحبه القديم كالفين عشان خاطر يحميها وبيقولها كده ان هم مش هيقلوه من رجوع كالفين في اي وقت قريب لانهم مش عايزين اي مشاكل فكتر عنده صدمة من اللي حصل في الليلة اللي ريدلر هاجم فيها المدينة خير كمان ان فرانسيس اصلا عندها صدمة في الوقت اللي عاشته في المنطقة دي تقول لفكتر ان المدينة بتاخد كل حاجة منك وده نفس اللي سوفيا قالته الجوليان حلقة اللي فاتت مش انا اللي مريضة الدنيا هي اللي مريضة ما كان الجانب اللي واقف فيه في حرب المخدرات الكل عارف ان العدو الحقيقي للناس هو مدينة جوسم نفسها مشاكل ممنهجة كتير جدا زي النظام السجني اجوة الطبائية خدمات الصحة العقلية ده حاجة في جوسم بايزة وده كله بيساعدك تفهم ليه الناس بتلجأ للجريمة ومسلسلات زي مثلا بنجوين وكمان زباتمان حتى افلام تانية زي الجوكر كان اوز بيحس ده من بفجدان احد الاشخاص اللي بيصق فيهم وكانها بدات النهاية بالنسبة ليه بعدين بنشوف سال وهو قاعد على طاولة الطعام وبيبكي على صورة نادية كارين ده بدماء حقيقية سفكتها سوفيا على طاولة الطعام بتاعتها واللاحظ الفروق الحقيقية بين العلتين كما يحاول سال الانتقام فورا من اوز زي ما كانت سوفيا هتعمل هو بيحزن على فقدان عيلته بيوضح الفرق الكبير بين سالفاتور وكمان كارمن واجهة سوفيا مع سال كانت مثالية هي بتحترم مشاعر سال تجاه عيلته وبتعجب جدا بيه علشان خاطر حاجة زي كده في النهاية كارمن فالكون كان العقبة قدام عيلة فالكون كما سوفيا قالت عيلة فالكون مش موجودة تاني الاسمه والامبراطورية ماتوا مع كارمن وقت سوفيا بتبني تحالف بين عيلة جاكانتي وكمان الماروني وده شيء كبير هي مش بس بتركس على ابرابوها زي ما كانت بتقول كمان بتبني امبراطوريتها الخاصة فوقه هنا لما قوز بيرجع مرة تانية لكراومبوينت عشان خاطر يتطمن على فيكتور وامه اول حاجة بيعملها ان هو بالفعل بيعتذر لها ان هو حاس ان هو خزالها زي ما قلنا الحلقة دي كلها عن العيلة الرابط بين افراد العيلة والقوة اللي بتديها ليهم وفي حالة اوز الشعور بالزنب تجاه والدته هو عارف ان الشخص الوحيد اللي يقدر يهتم بيها بكسره ان يرجحها لأكتر مكان مش عاوزة تكون فيه اكتر وقت بنشوف فيه الجانب الحقيقي من اوز هو مع والدته طريقة اللي بيتكلم بيها معاها زي طفل صغير بيحاول يتصالح بعد ما غلت حتى بعدها بيحتضنها وبيمسك ايديها زي طفل محتاج للروحة كل حاجة بيعملها اوز بتكون امل في انه ياخد نوع من التقدير او الحب وده بالفعل بيبان في علاقته مع والدته فرانسيس بتقوله بعد كده ابني اللي عنده احلام كبيرة ده بالفعل بتشوفه كده لكن كمان لانه فعلا كده امه بالفعل بتشوف اوز كطفلها لكن دلوقتي حاسة ان مجرد احلام اوز عمره ما هيقدر يحقق الحياة اللي وعد بها والدته وخيبة املها فيه هتدفعه في النهاية انه يروح في طريق التدمير فرانسيس كمان بتقوله انك زي والدك وده بيفتح الباب لنظرية ان ريكس في الاساس ممكن يكون هو اصلا والد اوز ديوري استخدام فيلم جلوريا في الحلقة دي كان معبر جدا في الفيلم البطلة هي حبيبة سابقة لعصابة وبتستخدم معرفته عشان خاطر تحمي طفل شوفنا ان فرانسيس عندها معرفة بالحياة الاجرامية وده بيزيد من اعجاب اوز بعالم العصابات ممكن جدا يكون اوز هو ابن ريكس وبيحاول يحقق ارثه طول الوقت في الكوميكس ريكس كان يعتبر والد سلينا اللي تخلى عنها وهي صغيرة عشان خاطر يكمل حياته الاجرامية ما كانش غريب لو عمل نفس الشيء مع اوز ولكن اوز بيقول ان انا مش زيه صورة اللي بيقدمها عن ريكس هي نظرية ذاتية جدا الكوميكس كان له قابو الاسد لانه كان بيخل الناس يتجرحوا باسنان الاسد ولكن اوز بيتكلم عن عظمة والده عارفين ان فيه جانب تاني للقصة فيكتور بيسأل اوز عن اخواته اوز بيقول المدينة اخدتهم زي ما اخدت عيلتك وده بالفلبي رجعنا الكلام فرانسيس في بداية الحلقة المدينة بتاخد كل شيء هنا مش بيتكلم عن الفيضانات اللي قاترت عائلة فيكتور هو بيتكلم عن الشرف جوسم كان موجود وهيدوم للابد مش مهم اذا كانت فايدانات او انفجارات او حتى حريق او حتى اطلاق نار جوسم بتخلص على الكل في النهاية للأسف وبعدين بنسمع اضعف جملة في الحلقة وهي الدافع اللي خلى اوز يعمل كل ده انا كنت ضعيف اوز حاسس بالخجل وبندم عن اعاقته اوز قد حياته كولد عنده سوق معوجة والشيء الوحيد اللي بيخاف منه اكتر من فقدان اللي يحبهم هو انه يتشاف كطفل ضعيف تاني ده هو السبب اللي خلى البرتو يشوفه ضعيف وده اللي خلى اوز ينفجر خوفه من الظهور بمظهر الضعف ده قاده لقرارات السيئة في حياته اوز هنا مع فيك بيرجعه لمنطقة المزلمة في جوسم اوز بدأ النار في بداية الحلقة ودلوقت هو داخل عمق الجحيم علشان خاطر ياخد عرشه في المدينة لما اوز بيتمشى في النفق بيقف عند لوحة مياه جوسم لو تعرف اي شيء عن باتمان دايما في حاجة مش كويسة بتحصل مع امتدادات المياه في باتمان بيجان راسل غولو سكاركرو كان دايما بيخططه التسميم المدينة باستخدام امتدادات المياه تحت وين تاور ما شايف ان دي هتكون اصرع طريقة انها تخل المدينة بالكامل مدمنة على المخدر بليس ووز شغل المارد القاعدة الجديدة وده بيخانينا فكر كده في فيلم باتمان ري تيرنز مع بينجوين وقاعدته تحت الارض بعد كده بينجوين بيقول ان المكان ده هيكون ملكي واعتقد ان ده هيكون مفيد ليه هو اصحابه هو في اسفل نقطة في قصته وفي جوسم مفيش غير الطريق واحد قدامه وهو للأعلى مع قاعدة العاملات الجديدة الحالة بتقفل مع اغنية اغنية هنا عن الشعور بالحزن اللي مش معروف وده بيرتبط بمواضيع الحالة عن اهمية العائلات وكمان بدايات جديدة سال دلوقت بينضم القوة مع صوفية اتنين من زعماء الجريمة متوردين بالحزن لكن بيوصلوا قدام عشان خاطر يستولوا على امبراطوريتهم خوز اللي بيرجع لبيته عشان خاطر يواجه اشباحه وهو بيصعد السل من الكمة علشان تنتهي معانا الحلقة دي الحلقة الخامسة من المسلسل بينجون وفي انتظار الحلقة السادسة طبعا زي كل مرة برضه هقول لك نفس الجملة مع كل حلقة من المسلسل بينجون الاحداث بتتصاعد بالشكل فعلا غريب جدا كمان انت بتشوف حاجات بتحصل ما كنتش تتخيل انها في يوم من الايام ممكن تحصل في الاحداث بتاعت المسلسل ده فالحلقة الخامسة كان عادة ممتازة ويمكن تكون احسن من القبلها علما اتذكر ان الحلقة الرابعة كانت وغدة تقريبا تسعة ونص تقريبا من العشرة اعتقد ان الحلقة دي ممكن تاخد اصلا العلامة الكاملة كل مشهد بيتم تقديمه في المسلسل ده وفعلا مشهد اسطوري فيش وقت حتى ان انت تحس بالملل كمان انت هتتفرج على المسلسل ده وامتى منتابه بكل طاقتك عشان خاطر عارف ان كل الكلمة بتتقال من اي شخص في المسلسل ده لها قيمة كبيرة جدا في المستقبل اذا اعتبر متبك معنا ثلاث حلقات اعتقد ان الثلاث حلقات دول هيبقوا اعلى بكتير من الحلقات اللي فاتت بل كمان هنشوف ان الحروب بين العصابات هتزداد بشكل كبير وهنشوف ازاي اوز هيقدر يوقف قدام سوفيا وسال اللي هو عمله معاهم طبعا انا مش محتاج ان انا اجي مثلا اتكلم على مشهد معاين واقولك ان المشهد ده من افضل المشهد اللي قدمت معانا كده في الحلقة لان حرفين لو كده اتكلم على مشهد معان فانا هقولك كده ان الحلقة كلها على بعضها فعلا تستاهل طبعا على عكس الحلقات اللي فاتت من المسلسل بس طبعا اهمهم بالنسبالي المشهد اللي بين جون او اوز قتل فيه تاج وكمان امه وناديا اللي كان فعلا مفاجئة كبيرة جدا بالنسبالي ما كنتش متخال ان اوز ممكن يعمل حركة زي دي بالكتير مثلا كان ممكن يقتل تاج لكن ان هو يقتل تاج وامه كانت صعبة بصراحة وعلى الجانب التان المشهد بتاع سوفيا في مقتل جوني كده كده كان المتوقع ان هو بالفعل يموت ولكن مش مع اول اجتماع كده على طول ولكن بما انك باب تتفرج فعلا على مسلسل الجوتة بتاعته كويسة جدا كمان مكتوب بدكة عالية جدا في التفاصيل فتقدر تتخيل اي حاجة ممكن تحصل مع الحلقات اللي جاية وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك